السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتحدث ونجيب على سؤال يطرح كثيرا في أي شهر يأتي شهر تموز بداية أعزائي كما نعلم بأن شهر تموز يأتي نوعا ما أو يشكل لبسا لدى العديد من الأشخاص فيتساءلون ما هذا الأسمى بالأشهر العربية أو الأشهر التي متداولة بيننا نحن العرب تموز هو الشهر السابع من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السرسانية المستعملة في المشرق العربي وكما نعلم بأنه يقابله في التسمية الغربية ركزوا معي التسمية الغربية يسمى يوليو فيوليو هو الشهر السابع وتموز هو أيضا الشهر السابع فأتمنى أنكم حصلتم على المعرفة والفائدة اللازمة وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله سبحانه وتعالى